موسيقى من بين لوائحة تسع تخوض لائحة لبنان حرزان معركتها الانتخابية في دائرة بيروت الثانية خصوصية المعركة وشرستها بالنسبة إليها تتمثلان في أنها الدائرة التي يترشح فيها رئيس الحكومة سعد الدين الحريري إلى أول أهمية للعائلات البيروتية لملف التوظيف المياه للحد من الهدر والفساد عنوين عريضة وضعتها اللائحة على قائمة أولوياتها في حال وصولها إلى البرلمان رئيس اللائحة الذي تميز في مجال المال والأعمار وحقق نجاحات مختلفة يسعى جاهدا لتحقيق انتصار أو اختراق برلماني إلى جانب الأعمال كان للعمل السياسي نصيب من اهتماماته فأسس حزب الحوار قبل سنوات خاض العمل الاجتماعي ومد جسور التواصل مع قادة سياسين بعضهم في الحكومة وبعضهم الآخر في المعارضة سابقا وعند كل استحقاق لم يتمكن من الحصول على مقعد نيابي أو وزاري فهل ستتغير المعادلة في الاستحقاق الانتخابي المقبل؟ للحديث أكثر عن لائحة لبنان حرزان وبرامجها واحتمالات الفوز لديها نصدف رئيس اللائحة المهندس فؤاد مخزومي فأهلا بكم إذن نرحب بكم من جديد مشاهدنا وبضيفنا رئيس حزب الحوار الوطني ورئيس إحدى اللوائح في دائرة بيروت الثانية المهندس فؤاد مخزومي أهلا وسهلا فيك صباح الخير صباح النور كيف الاستعدادات للانتخابات؟ كل واحد يعمل قد ما قادرين بالآخر هذا قرار لأهل بيروت بدون التغيير ولا يحافظوا على الوضع اللي هنا فيه معركة تحت أي عنوين عم بتخضوها حاليا لأنه اللي بيسمع التصريحات يجد البعض بيقول أنه في نوع من الضبابية في المواقف التي يتخذها المهندس فؤاد مخزومي ضبابية بشو؟ بالسياسة الخارجية ولا بالسياسة الداخلية؟ بالسياسة الداخلية في العلاقات مع بعض القوى السياسية يعني ترى تنفي علاقة طيبة مع سعد الدين الحرير رئيس الحكومة ترى تنفي علاقة مع خصومه مع أطياف مختلفة أو يتنقل في الموقف السياسي البعض السياسي حلوتها في لبنان أنه كونه أنه نظام بالآخر تعددي ما في شيء اسمه بالآخر سياسي واضحة وصريحة فيما يتعلق بالشأن الداخلي الشأن الخارجي فيك تتغير وتشوف فيه ونحن عم نشوف كثير بمواقف بالوضع الخارجي أنه ناس كانوا مع سوريا صاروا ضد سوريا كانوا مع السعودية تخفف علاقتهم مع السعودية بالشأن الداخلي لازم يكون نتطلع كيف نتعامل مع بعضنا لتنمية أهل المدينة اليوم سؤال لكل أهل بيروت إذا كانوا بيعتبروا فيه في بعض ناس بيعتبروا فيه نوع من العدم الوضوح ألفين بالسنة 92 للألفين وخمسة كان في عنا حالة نمو كان السوري موجود كان فيه الله يرحمه الرئيس الحريري كان فيه عنا كهرباء 24-24 في بيروت كان فيه شغل كان فيه سبالي من الطرقات من شالفية كان فيه عنا طبابي كان فيه عنا حكمي من سنة الألفين وخمسة إلى ألفين واثمانتعش ما بقى فيه طرف أجنبي اللومو بينما وضعنا اليوم أسوأ ما كنا عليه بالماضي واليوم لما نحكي على الشفافية سنة الألفين وخمسة كان ترتيب لبنان على جدول الفساد الدول الأكتر فاسدة نحن كنا 80 على مية وثمانين عفوا 83 على مية وثمانين اليوم نحن صفينا 143 على مية وثمانين طيب إذا هالطبقة يلي حكمتنا من سنة الألفين وخمسة إلى الفين وثمانتعش كهربتنا صارت أسوأ إزبالتنا صارت أكتر ميتنا صارت أسوأ مدارسنا صار بدنا واسطة نفوت فيها مدارس الحكومية المستشفى كان لعنا أربعمية وخمسين السرير اليوم نزل المية وخمسين من المستشفى الحكومي السؤال وضعنا أحسن ولا أسوأ من هون نحن شايفين أن اليوم طرح موضوع تنموي بيروتي بإمتياز هو المطلوب بهذه المرحلة اللي مارين فيه إذا هذا هو عدم شففية أو عفوا عطبابية أنا بقى أدمح فيه وضوح أكتر من هيك جميل جميل يعني ترى أنت حضرتك أنه من الألفين وخمسة إلى اليوم السبب الأساسي في كل المشاكل التي يعيشها لبنان تعود إلى الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان وليس لأي تدخلات لا خارجية ولا غير خارجية سيدي التدخل الخارجي بشو؟ خلينا نكون واقعيين مع أنه بدأت فيه يعني فتحت خيب البلد الخارج تفضل اليوم نحن عنا في لبنان مئة وثمان وعشرين نائب معظم هن هن يلي شفناهم من الألفين وخمسة إلى اليوم إذا منتطلع لكن ما فينا اللوم طرف تاني على القرار الداخلي قرار الكهرباء قرار المي قرار النفايات قرار المدارس شو العلاقة التدخل الخارجي فيها؟ يعني تهديد إسرائيل لأنه بتوافق أنك تعمل كهرباء؟ العلاقة السعودية الإيرانية بتوافق أنك تحسن من المي طبعك؟ العلاقة مع أمريكا أو بتغيير الإدارة بأمريكا من الرئيس أوباما للرئيس ترمب فعلياً بتأثر إذا كان المستشفى عننا من 450 سرير كان شغال صار 150 خلينا بقى نوقف هالكلام الكبير أكيد لكن التغطية الخارجية البعض يقول لبعض القوى السياسية حتى لو كانت فاسدة هو يساعد بشكل أو بآخر بل حطيت إيدك على كلمة الفساد نحن نظام برلماني بامتياز يعني السلطة النهائية لتمرير الأمور وخاصة فيما يتعلق بالمان والتنمية هي بقرار من مجلس النواب هذه هالكباية حقها دولار لما بيجي مجلس النواب يقول يمكن ترسيتها بخمس دولارات صف أمر واقع الوزارة لما بتنفت ترسية هالشراق بخمس دولارات مع أنه عم نقول حقه دولار يعني فيه فساد فيه ما بقى فيك أنت بالآخر تتحدى القرار التنفيذي لأن السلطة النهائية اللي أعطت الإذن بشراء هالموضوع أو ترسيتها العقود بمجلس النواب طالما هالمجلس النواب نفسه من 2005 إلى اليوم عمين مننا اللوم أنه بالآخر الفساد زاد وعدم التنمية صار هل بفهم منك المحسوبية في التلزيمات هي تلعب بشكل أساسي بدور بالفساد المستشري في الوضع الداخلي أنت اليوم نحن عم تقول على العلاقات أنا اعتقلت من 2016 يجب توحيد الكوى السنية ببيروت ونحن شاركنا بلاحة البيارتي بانتخابات البلدية لدينا مرشحة ونشحة السيدة هدى أصاص لو نحن نؤمن بدور المرأة بلما بنا نختار بنجرب قدمة فينا نحط المرأة بتكون بالواجهة الأساسية طيب من الـ 2000 من الـ 2016 اليوم شو عملت البلدية غير حفلات غير بالآخر مواضيع غنى عملية مشاريع اللي نحن شو طلعنا أهل بيروت ما أنت عضوا فيها حضرتك نحن ما حرضين يعني تحملوا مسئولية طبعا ونحن نعترف أنه كان القرار نحن فتنا على هالموضوع بالمبدأ لعملية أنه مكننة البلدية تنخفف عملية لماذا اسمعنا الصوت قبل الآن سيد حسومي هدى عم تعترض على كل موقف بالآخر عم يتمرر بالمجلس بس السؤال هي 1-20 الاعتراض الفكرة كانت أنه نعترض حتى نقدر نوجه طلع بالآخر فيك تعترض وما حدا نرد عليك نعم من هون أنا بقول إذا ما كنت من الداخل ما فيك تغير اليوم في كتير اعتراض من الخارج بس الاعتراض من الداخل هو اللي بيعطيك المعلومات اللي على أساسها فيك تتحرك فيها إذا منتطلع اليوم على بيروت لما منقول التدخلات الأجنبية أو التدخلات الخارجية أو الارتباطات السياسية الخارجية اليوم نجي منتطلع نحن آخر دراسة عملتها النيويورك تايمز بيقول 3000 شخصية بلبنان وأنا مش واحد أنا ما بتعطي مع الدولة 3000 شخصية بلبنان بيدخلها كل سنة 25% من داخل البلد 25% من كل 100 دولار بيفوت ها 3000 شخصية بيوجدوا 25 دولار من هون وبيملكوا 40% من أصول البلد ما هي أصول البلد اليوم سندات خزينة العقار والمصارف حضرتك مش واحد منهم ولا واحد منهم لأنه ما بتعطي بهتلك شغلات أنا متمول أنا متمول البير بس أنا من الآخر صناعي أنا أؤمن بالصناعة والتنمية الصناعية على المدى الطويل ما أخذت ولا صفقة بالدولة أنا ما بتعطي أنا ما بتعطي ببعض دولة لا لا بغض النظر نحن ما عم نحكي بمش اتهام بالفساد لكن لم يحصل أنا صناعي أنا صناعي بتعامل مع المقاولين يلي بترس عليهم المشاريع نعم أنا مني أنا لما بيجي بيعطيك عرض بتوريد الأنابيب أنت بالأخر عندك عدة عرض وتأخذ واحد منهم بس أنت منك دولة لو نحن نتعطي مع القطاع الخاص يلي يرس عليه المشاريع نعم نحن ما أخذنا ولا مشروع من الدولة لأنه بالنسبة لي ما أني مستعد تفوت بهالصفقات الموجودة فيها مع أنها مربحة لبعض بيقول سيد الحمد لله نحن نعمل مصرياتنا بطريقة مظبوطة خارج لبنان ما حابين نفوت بهالصفقات قد ما كانت كبيري لما منيجي منتطلع اليوم على لبنان المواضيع اللي عم تترسل فيها من مواضيع الكهرباء للفايبر أوبتيك لموضوع الكلام عن الرخصة الثالثة للخليوي نعم اليوم الخصخصة وإدخال القطاع الخاص كتير مهم بس مش الخصخصة أنه بشير شركة الكهرباء وبعطيها لجورج أو بشير شركة الاتصالات وبعطيها لمحمد هيدا مش بهالطريقة بيصف فيها الخصخصة هيدا زيادة الاحتكار اليوم نحن في عنا دولي في عنا فيها 300 ألف موظف دولي تركلي المؤسسة العسكرية على جربي اللي نحن من جلة لأنه هي عم تساعد بحماية البلد بس عنا 180 ألف موظف يلي هو تعيين سياسي السؤال عايزين هالحجم ولا خلينا نزغر حجم الدولي والخصخص المواضيع تنعطي مجال لرجال الأعمال يفوتوا بمشاركة جميل سؤال مفتوح وحضرتك تخود الآن المعركة الانتخابية بناء على هذا الاقتراح طبعا الأستاذ فؤاد مغزومي يخود المعركة الانتخابية في دائرة بيروت الثانية هناك عدد من اللوائح المتنافسة في هذه الدائرة سنكون مع شرح مفصل حول هذه الدائرة مع الزميلة مريم عثمان فضلي مريم صباح الخير محمد صباح النور صباح الخير لضيفك الكريم سنطلع معا على اللوائح التسعة التي تشكلت في دائرة بيروت الثانية أهلا بكم مشاهدينا في دائرة بيروت الثانية يترشح فؤاد مغزومي للفوز بالمقعد السني مترئسا لائحة لبنان حرزان تعد دائرة بيروت الثانية المعقل السياسي الأهم لتيار المستقبل لائحته حصدت ثمانية مقاعد من أصل أحد عشر مقعدا في الانتخابات الماضية لكن قانون الانتخابات النسبي الجديد قد يجعل خرق لائحة المستقبل يصل إلى أربعة مقاعدا وربما يتجاوزها ثلاثة وثمانون مرشحا يتنافسون على المقاعد الأحد عشر الموزعة بحسب التنوع الطائفي ستة صنة اثنان شيعة واحد أرثوذوكسي واحد درزي وواحد إنجلي أما عدد الناخبين في دائرة بيروت الثانية فيبلغ ما يقارب ثلاثمائة وسبعة وأربعين ألف ناخب يشكل ناخبون السنة الأكثرية منهم بتشكيلهم 62% يليهم الناخبون الشيعة المرشحون في دائرة بيروت الثانية توزعوا على تسع لوائح تنافس على مقاعد الدائرة النيابية وهي لائحة المستقبل لبيروت التي شكلها تيار المستقبل برئاسة الرئيس سعد الحريري ولائحة وحدة بيروت التي تضم تحالف حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر وجمعية المشاريع الخيرية لائحة لبنان حرزان برئاسة فؤاد المخزومي ولائحة بيروت الوطن برئاسة صلاح سلام لائحة صوت الناس التي شكلتها حركة الشعب بالتعاون مع المرابطون وبدنا نحاسب لائحة لبيرت المستقلين ولائحة المعارضة البيروتية ولائحة كرامة بيروت ولائحة كلنا بيروت واللوائح الأربع الأخيرة تضم عددا من الناشطين في المجتمع المدني ومستقلين إذن محمد اطلعنا معنا على اللوائح التسعة التي تشكلت في دائرة بيروت الثانية طبعا اللوائح التسعة لما أظن يمكن هي أكثر في هذه الدائرة أكثر عددا من بين الدوائر الخمسة عشر الموجودة في لبنان بالضبط تقديرك هي ظاهرة صحية في الحياة الانتخابية أنا بالنسبة لي طبعا ليس عدد اللوائح الذي هم بل المشاريع التي تطرحها اللوائح أن تنفذ بعد الانتخابات طبعا وأن تكون أكثر واقعية شكرا جزيلا لك مريم أعود لك أستاذ فؤاد مغزومي لأسأل فيما يتعلق بهذا التنافس بين اللوائح التسعة في هذه الدائرة التي تعتبر أساسية في معركة رئاسة الحكومة كون الرئيس سعد الحريري يترشح فيها هل تعتقد تسع لوائح هذا أمر مطمئن لكم أم أمر مقلق لكم كون التنافس على أشده ولوائح يعني بعضها كما يعني رغم أنه عنوان لأحدكم لبنان حرزان أيضا هناك لواح أيضا حرزانة وأكتر كمان أول شي التعدد اللوائح بالنسبة لي هي وضع صحي بامتياز نعم بالماضي كلا يترون نعرف نحن بالزمنات من بعد سنة من الألفان ورايح كانت بيروت محسوب بم المية على الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكان حسب الله بيطلع له مقعد واحد ممثل إما بثناء الشيعي يعني يطلع له مقعد واحد يلي صارت في 2009 بعد اتفاق الدوحة مثل ما منعرف فعليا وإعادة تقسيم بيروت لما قسمت بيروت الثانية لنص نص نص طلع على بيروت الثالث إذا بتتذكر فيها نعم نعم نحن كنا مرشحين باديك المرحلة بس كان الاتفاق من بالمبادئ تبعه هي منع ناس مثلي أنه لاترشح وقتها بسنة الالفان وتسعة اليوم إذا منتطلع نحن أنه لما بيكون في عندك تسع لوائح مترشحها بيروت بما فيها لائحة الرئيس الحريري لا شك هذه بالنسبة لي بادرة حسنة بادرة جيدة أنه اللبناني عم يقوله خلصنا بقى طريقة اللي عايشين فيها ما بتركب خلي أولادنا تخود المعركة للتغيير نعم اليوم لما بيجي حدا بالماضي على أيام السوري ما كان حدا يسترجي يترشح تكون بصراحة لأنه فيها بالنتيجة بالوقت السوري عم يقرر نعم اليوم اللي بيرتي شايفين فيه عنده الإمكانية أن يخود المعركة الانتخابية بمشاريع مثل ما تفضلت الأخت الكريمة أنه بمشاريع تنموية لأنه بالآخر وصلنا اليوم إذا أنت منك ماشي بلاحة طيار المستقبل لقد أنت ماشي مع حزب الله وحركة أمل تكلمي عن نصمه وبعض وزراء السؤال من هو شريك حزب الله وحركة أمل بالحكومة ما اليوم طيار المستقبل هو شريكه من 2005 أنا بتمنى بموضوع حزب الله وحركة أمل ينشال من التداول لأنه بالواقع من 2005 هناك حلف أساسي بين طيار المستقبل وحزب الله اليوم القرار هو مش ظاهرة صحية أن يكون هناك أنا ما أقول لك هيدا خيارهم هني سياسي أنا اللي أقول كونه أنه خيارهم السياسي ليه مسحيين فيه إذا أنت عملت خيارك وهالخيار وصلنا لانتخاب وملء الفراغ برئاسة الجمهورية ليه مسحيين بهذا الموضوع بس ما فيك أنت دايما نتجي بالجو الطائفي المذهبي نشجع الجو الطائفي يكون عندي خيارات وبالآخر وقت مبعوذ العصبية أن يفوت والبعض يحمل القانون الانتخابي الحالي أو الجديد تبعات هذا الصوت الذي يرتفع بنبرة طائفية كون تخصيص الدوائر قائمة على ذلك على أي حال بس لحظة بس لحظة بس لحظة هذا الموضوع منه دايما لألك ليه لأنه هالقانون ما عطبه إمكانية البوستة أنت اليوم كل واحد مترشح عم يجيب الأصوات التفضيلية لأله بالعكس أنا بعتبر هذا فعليا نظام صحي لأنه كل واحد مجبور يقدم برنامجه للمواطن يعطيه صوت التفضيل وليس يطلع بالبوستة معلمه طيب معنا الآن رئيس مركز بيروت للأبحاث والمعلومات الأستاذ عبدو سعد مرحبا بك أستاذ سعد أسأل مباشرة فيما يتعلق بدائرة بروت الثانية عنا 11 مقعد مخصصة لهذه الدائرة حوالي 352 ألف مقترع أو ناخب سيكون فيها تسع لوائح تتنافس القراءة الأولية لهذه الدائرة كيف تضعنا في خارطة هذه الدائرة ولا سيما لائحة لبنان حرزان التي يمثلها ضيفنا الأستاذ فؤاد مخزومي تفضل بداية تحية لصديقنا الأستاذ مخزومي وليس يكون ممتن جدا للآنون الجديد كان هو بفضل مثلي أنا يكون لبنان دائرة واحدة ولكن النسبية عطيته فرصة لأنه صروا بترسح أو صروا بهالدخل المعترك السياسي منذ الألفين هذه المرة الوحيدة اللي استطاع يشكل اللائحة هو كما يريد يكون من سجمي معه ويكون عنده أمل في الفوز بهذا الآن بالنسبة لعدد اللوائح أكيد هو الأكبر في لبنان وهذا ناتج عن تعدد القوى الموجودة في هذه الدائرة لأنه معظم القوى الرئيسية موجودة في هذه الدائرة فطبعا كان دائما منذ 1992 لغاية 2009 فريق واحد يأخذ كل المقاعد لأنه كان أكثري أما الآن وأنه نسبي فأصبح هناك إمكانية للتمثل أنا باعتقد في ثلاث لوائح رئيسية سوف تتمثل أولا لائح الطيار المستقبل سوف يكون لها باعتقاد حوالي ست مقاعد في لائح الأحباش مع الثناء الشيعي قد تحصل على ثلاث مقاعد ولائح الأستاذ فؤاد مخزومي بتحصل على مقعد فسوف تتمثل هذه اللوائح الرئيسية بيظل مقعد محير إذا صحب تعبير هذا بده روح بالكسر الأعلى آخر النهار لفريق من هالفرقاء بده رجع لوائح التليتي أو اللائحتين الأولى والتانية اللائحة المستقبل ولائحة حركة أمل حزب الله والجمعية المشاريع الخيرية صحيح وأيضا في لائحة الأستاذ فؤاد أنا يعني بتصور لائحة الأستاذ فؤاد بتاخد مقعدها بدون صعوبة يعني الحاصل الانتخابي للائحة لبنان حرزان وفق تقديراتك هي شبه مؤكدة أو مطمئنة له مطمئنة له نعم يعني عملت أكتر من استطلاع وهكذا أظهرت نتائج الاستطلاع بأنه يستطيع الحصول لائحته تستطيع الحصول على حاصل الانتخابي دائما نبعده من الثوابت أنا بالنتائج يعني أنه طيار المستقبل سوف يخسر على الأقل مقعدين سنيين لمصلحة اللوائح التاني مع أنه في كلام أستاذ عبدالسعد أنه قد يخسر لائحة أو لائحة المستقبل لبيروت تخسر مقعدين شيعيين إضافة إلى مقعد سني في احتمال يعني ليس مؤكد عم تقول الآن دراساتك بتقول لا أنه في مقعدين سنيين قد يذهبان لخارج لائحة المستقبل نعم هذا المرجح المرجح مقعدين شيعيين ومقعدين سنيين هذا مرجح بقوة طيب هذا تقديرك وأمامنا بعد عدة أسابيع لإجراء الانتخابات هل يمكن أن يتغير المزاج بشكل مختلف وإذا كان سيتغير تقديرك إلى أي صالح يعني على سبيل المثال هل يمكن للائحة لبنان حرزان أن تحصل شيء إضافي أو أنها قد تهبط من الحاصل الانتخابي المتوقع لها وليست سهلة أن يستطيع الحصول على حاصل إضافي هذا يعني إذا عملوا جيدا وقاموا بالحملات المطلوبة بشكل جيد ممكن هذا أمر ممكن ولكن كما قلت الشبه المؤكد هو ستي لطيار المستقبل ثلاثة للتحالف الشيعي لجمعية المشاريع ووحدة واحد مقعد للائحة الأستاذ فؤاد المغزومي هل الأمر يعود إلى القانون لأنه قبل هذا الاستحقاق الانتخابي خاضت حزب الحوار البرئس والأستاذ مغزومي الانتخابات أو رشح أحد للانتخابات لكن لم يكن النصر حليفه هل الآن احتمالية النصر تعود للقانون الجديد أم لأسلوب وبرنامج انتخابي يتم عرضه من قبل السيد مغزومي ولائحته في دائرة بيروت الثانية للأمانة الاستاذ فؤاد هو مرشح إصلاحي معروف قام بخدمات كبيرة لأهالي بيروت نعم مثل ما طيار المستقبل عنده خدماته الخاصة مثل ما حزب الله وهو أيضا كذلك أنا اللي بعرفه عنده جمعيات خيرية بتخدم حوالي خمسين ألف مواطن فالموضوع مش بس البرنامج الانتخابي حقيقة اللي أعطى الفرصة للاستاذ فؤاد المغزومي هو النسبية كنت دايما نقول له بحكم علاقتنا يستحيل أن تستطيع التمثل في بيروت إلا من خلال النسبية أو بدك تختار تحالف معين ومحدد لكي تفوز وهذا أمر صعب كان الحكي بالدائرة التانية بيروت اللي كانت دائرة التانية اللي هي البشورة وبقية المناطق إلى جانبها الفرصة الحقيقية والذى أنون الانتخاب وبقول أيضا لو كان لبنان دائرة واحدة كما يجب أن يكون أسمح لي بدقيقة لديما عندي لازم يجب أقول أنا هذا الذي اختاره الطبع السياسي اللي اختارته جزء منها مش كلهم جزء منها أنه تعدد الدوائر في النسبية هذا بدعة وارفقة بحب أقول للمشاهدين لا يوجد في هذا العالم المتحضر في العالم المتحضر نسبية مع تعدد الدوائر في نسبية مع دائرة واحدة يعني في البلدان الأوروبية كل البلدان الأوروبية باستثناء بريطانيا وفرنسا وإيرلندا تعمل بالنسبية كليا وجزئيا عندما نقول نشبيا دائرة واحدة فلو كان دائرة واحدة حكما كان حزب الحوار الوطني تمثل بأكثر من مقعد حكما لأنه له خدمات لكن القانون الحاصل الآن هو قانون انتخابي ب15 دائرة كل شكر والتقدير لك أستاذ عبدالسعاد رئيس مركز بيروت للأبحاث والمعلومات كلام مثير فيما يتعلق بكم ترى مدح أمذام فيما يتعلق بحصولكم على مقعد واحد وفق الإصلاعات الرأي الصادرة حتى اليوم لأنه في دراسات بتقول والبعض بيتهم عفوا على التعبير أن هذه الدراسات هي ممولة من قبل السيد مخزومي وبالتالي تعطي أرجحية أعلى من مقعد واحد في بيروت كلها تسعة عشرين يوم بابا بدي طويلة ساعتا بتبين فعليا إذا كانت هذه الدراسات حقيقية أو لا دراساتكم شو بتقول أنتم نحن يلي قاله الأستاذ عبدو سعد بعتقد واقعي نعم في دراسات بتعطي أكثر من حاصل انتخابي يلي قاله الأستاذ عبدو سعد واضح وصريح أنه نحن يا تحت اتنين يا فوق اتنين آه يعني أنه بما معناه واحد وكسور واحد وكسور وأنه أو بالآخر يمكن توصل لتنين أو اتنين وكسور بس على الحالتين اليوم الشغل اللي يريدون عمل نحن بلبنان إذا بتتذكر لحدود 2009 نعم معظم الناخبين ببيروت لم يتعدوا 28% لـ 30% لكن كلياتنا اليوم عم نشتغل نحن على هالـ 70% يلي بالماضي لم تذهب إلى صناديق الاقتراع نعم اليوم إذا بتعمل أنت استطلاعات الرأي للرئيس الحريري لفؤاد مغزومي للرئيس تمام السلام لهالأشخاص الأشخاص اللي معك هني معك يعني بما أنك انت قتلة يعني قتلة نعم بلوق انتخابي كامل كلياتنا اللي عم نجرب نعمل اليوم لما بتكبر اللوايح أنك تستقطب أشخاص أكتر لأنه ساعتها تطلع من الشخص للمشروع يلي حضرك مبتدد فيه اللي موضوع السياسي أنا بعتقد هيدا الشغل اللي اللي عمين شغال هل يطرع بنوصل لأتنين نوصل فوق اتنين منضلنا على واحد مكسور هيدا بعتقد نهار الانتخاب لاح يكون فيه لأنه بدنا نكون يعني بدنا نكون متواضعين بتوقعاتنا ما نجرب بالآخر إن بيح حالنا أوهام اليوم هيا معركة شرسة مثل ما تفضلت في تسع لوائح في كتير الشخصيات مميزة بهالتسع لوائح المرشحين نعم في عنده الحظوظ السؤال اليوم أي واحد عنده مكنة انتخابية وبرنامج انتخابية يستقطب من هالشريحة يلي لم تقترع بالموضوع طيب بحوار مع صحيفة الشر الأوسط قيادي بتيار المستقبل بيقول اللائحة الوحيدة المنافسة للائحة التيار المستقبل هي لائحة حركة أمل حزب الله المرجح أن تحدث خرقا بمقعدين أو ثلاثة فقط بحسب ما يقول لكنها ستحكم بسقوط أوراق اللوائح الأخرى في العدم اللوائح المنافسة بحسب ما يقول الأخرى لا تنوم مع الرغبة في تغيير أو إنماء موعود للعاصمة بقدر ما تهدف إلى إضعاف السعد الحريري وإظهار تراجع تأييده في الشارع السني وخصوصا في العاصمة كأنه أواص باتجاهكم وباتجاه اللوائح البيروتية الأخرى برأيك أكيد هذا العمل المقابلة عضو بتايا المستقبل هي الصحيف الشارع الأوسط لا بس هو الشخص اللي عمل مش مشكلة هو الحوار مع قيادي في المستقبل مع قيادي اليوم اليوم يلي نحن من استغربه من 2005 إلى 2018 نعم يلي هي نفس الطبقة السياسية اللي حكمت اليوم مثل ما بنعرف كان في الرئيس السنيورة بعدين بال2006 يلي صار أول شيء بعد اختيار الشهيد رفي الحريري إجر رئيس ميقاطي بعدين إجر رئيس السنيورة بعدين صفف فيه سنيورة 2 بعدين صفف فيه رئيس الحريري بعدين إجر رئيس تمام سلام أو نجيب بعدين رئيس تمام سلام بعدين سعد الحريري لكن إذا منطلع من 2005 إلى 2018 نفس الطبقة السياسية يلي محسوبي على اتجاه معين با اليوم الكلام أنه هي نحن ما عنا مشاريع وهن الوحيدين عندهم مشاريع سؤالي ليه اليوم وضعنا نحن بال2018 أسوأ ما كنا عليه بال2015 وليه فجأة نحكي عن التنمية آخر مدة 60 يوم أنه بنا نعمل عملية التنمية ببيروت ليه فجأة وهذه أول مرة بتاريخ العالم أنه بينعمل مؤتمر سادر واحد بقبل من 29 يوم للانتخابات وبيصف فيها الهمروج الكبير شو توظيف سياسي يعني بتقصد أنا بعتني التوظيف سياسي ده المؤتمر نحن ما لازم نقلل من أهمية مؤتمر سادر إذا اليوم نحن نقدر نفذ إصلاح اللي مطلوب مننا لأنه نحن اليوم تنطلع بالفساد من 80 إلى 143 بمرتبتنا على 180 من 2005 إلى 2018 العالم ما بقى شايف أنه بالآخر كلها يتو هذه الأسباب إقليمية يعني اللي أنت بتديرت حديثك عم تقول دايماً عننا تدخل إقليمي صح صح بس بموضوع التنمية بالداخل ما في بالآخر تدخل إقليمي ما نحن عنا الفلوس بنك الدولي بيقول نسبة الهدر اللي موجود عنا يتعدل 5 مليار دولار طيب اليوم بتقسلك سؤال نحن قلنا كلها سنين ما عملنا موازنة فجأة ركدنا بال2017 تمرق الموازنة تنعطي براءة زمي على كلها الفترة من 2004 لل2017 واركدنا تنعم الموازنة من 2018 حتى نبرر مشاريع الكهرباء والنفط والغاز اللي بدأت تتمرق بالآخر بهالمجلس النيابي ظاهرة إيجابية أم غير إيجابية لا منها إيجابية منها إيجابية أنه تتحدد من إيجابية حلوتها أنك أنت التمرير الموازنة إيجابي بس توقيتها ما قبل الانتخابات لا منه إيجابي ليه لألك ليه إذا اليوم كلها كان عم نحكي على هدر 11 مليار دولار وكله فجأة كلها يتو تسكر لأنه صار في عنا موازنة نعم صار أنت عم تبرر ما صرفها بالماضي أوكي لكن اليوم هل يترى هي تمريرة بها السرعة فقط طرعت الانطباع أنه يا جماعة تعطونا فلوس حتى نصرف أكتر طب أنت بتعرف من الإصلاح يلي ما تروح اليوم بال2018 هي ترحيل المصاريف لل2019 حتى نروح على مؤتمر سيدر واحد ونقول بالآخر عايزين الفلوس بنية تحتية مطلوبة المشاريع مطلوبة بس مش بعملية استعمال نفس الكادم نفس المؤسسات يلي هي كانت بالماضي سبب الفساد وسبب الهدر تنجح مر فيها الإشراف على هالمشاريع تبع سيدر واحد من هون أنا بقول لا اليوم اللي اتهام أنه من عمل كانت الدولة بين إيديهم من سنة 2005 ترك لي بالماضي بالماضي كان في شخص كبير أكبر من لبنان اسمه الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان يقدر يفاوض مع بقى القوى السياسية طيح حافظ على عملية التوازن بعد 2005 الأمور تغيرت لكن اليوم السؤال ليه من 2005 لل2018 ما كان في نية أبدا لطرح كل هالمواضيع اللي عم تنطرحها اليوم فقط اليوم لأنه القانون تغير وصار فيه إمكانية التغيير وصار فيه إمكانية الرفض لهالطبقة السياسية ركدوا كل ياتون وفجأة إذا ما رجعتونا على الحكم لقد نحن ما فينا نكفي قل لي حبيب من 2005 إلى 2018 شو هو المشروع اللي قطيتني هي أنا كلبناني وكأبن بيروت يلي باعتبر منه أنه كان إنجاز كبير تتمشي فيه طيب ما هو جميل ما هو المشروع البديل الذي تقدمه الآن قوى المعارضة اللي حضرتك أصبحت كأنك جزء مننا الآن بما أنه حضرتك تنتقد الحكومة وأداء من 2005 إلى اليوم أو القوى السياسية اللي شاركت في الحكومة لن نسمع منك بالتفصيل لكن بعد فاصل قصير المشاهدين أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا نجدد بكم الترحيب مشاهدين في الانتخابية لبنان وضيفنا رئيس حزب الحوار الوطني ورئيس لائحات لبنان حرزان المهندس فؤاد مخزومي بن جدد في الترحيب أستاذ مخزومي وكنا نتحدث قبل الفاصل فيما يتعلق بالمشاريع التي تقوم بها الحكومة منذ عام 2005 وإلى اليوم تراها أنها أدت بالبلد من سيء إلى أسوأ وأن كل مؤشرات التنمية إلى انحدار في هذا الملف البديل الذي تقدمونه هل هو يبقى في إطار شعار انتخاب كما يفعل الآخرون الذين تتهمونهم أم تقدمون أمورا واقعية تتناسب مع إمكانات البلد من ناحية وقدرات القوى السياسية على فعل من ناحية أخرى سيدي نحن خبرتنا أنا تداية رجعت على البلد بـ 92 تداية مؤسسة مخزومي على أساس نساعد المنتبكين المواطن نعم هذه المؤسسة ساعدت 160 ألف شخص نحن كونه ما ناخد تمويل من الخارج هذه من إمكانياتنا الذاتية 160 ألف لبناني صار عندهم شغلته لأنه وطينا هو تدريب مهني موجودين فيها هذا بكل لبنان ولا بس ببيروت؟ بكل لبنان بس اللي عندك 70% ببيروت وضواحية شو السبب؟ انت خابي ولا في سبب محدد منك؟ لأنه أنت تتبلش بدك تشوف محيطك أنا ابن بيروت بتبلش بيروت بعدين طلعنا على عكار طلعنا على ترابلوس نصلنا على صيدة طلعنا على بعلبك بس بالآخر بدك تتبلش وين اللي بتعرف العالم ما بتطلع للمحلات اللي ما بتعرفه ما تنسى نحن ما عم ننفذ سياسي إقليمية لاحظا يعني به الموضوع فيها جينا بالمشروع القروض الصغيرة عنا ألفات العيل اليوم يلي صفت وتملك مؤسساتها عم تحكي العيلة بين أربعة لخمس أشخاص عنا الخدمات الطبية فوق السبعمائة ألف خدمة طبية نحن بريماري كير موجودة فيها وبنزيد ومزيد ومزيد نحن فتنا بهالموضوع عن قناعتنا بتنمية البلد بقوتنا الذاتية وقدرنا ننجح ونعمل اختراق وتحسين بوضع شريحة كبيرة من المجتمع بس أنا مني بالدولة بقى اليوم ما عندي هالإمكانية أنه ساعد الدولة لعمل هالأعمال التنموية الموجودة بكل لبنان طلعت على منطقة عكار وعملت مصنع بسنة 1993 اسمه أنابيب المستقبل وكلها تم نعرف أنه كربة المستبل لا إلي حتى ما يكون فيه أي نوع من الجدل أنابيب المستبل كان فيه ألف مستفيد منها الدولة ما كانت حاب أنه تخلينا نكفي بعكار صفى فيه محاربة على كل المشاريع وما خلتنا ناخد شغل بأي سنة هايدي؟ هايدي نحن ما بلاشنا من 1993 لا متى تمت المحاربة؟ من 2005 ورايح آه بعد 2005 ومنها يقدرنا نسكل المصنع بال2017 والشي الحلو بجي بروح رايحين احنا من هون لبريز تنجيب فلوس لحتى نستثمر بالبنية التحتية بمئة الملايين اليورس والدولارات ولما كان عندنا مصانع من أهم المصانع احنا كمجموعة أنابيب المستبل عندنا أكبر مجموعة بالعالم بأنابيب الفايبركلاس موجودين من اندونيسيا لأمريكا صناعاتنا موجودة وينما كان لما كان المصنع موجود هون حاربت الحكومة تيتسكر السؤال الكبير أي حكومة؟ نحن عم نحكي عن حكومة 2010 يعني حكومة رأس سعدي تبريك بدتت المشاكل معنا من 2005 لل2008 أخذنا معظم إنتاجنا وردنا للخليج بكلفة عالية طبعا أنا كنتي عم تشحن هواء بالنتيجة بس 2008 لما صار فيه انخفاض بالدمول الاقتصادي بالخليج لم يبقى فيه شغل حتى ورد فيه طرينا السك بال2010 اليوم ما بيجي أنا بتطلع على مصنع منطقة بعكار منطقة محروبة منطقة فيك تطورها والدولة ما ساعدت الصناعة تتكفي نحن عم نروح على فرنسا تنجيب فلوس تنبني بالآخر مني تحتية وين أين هي الصناعات الموجودة بالبلد اللي فيها تشارك بالبنية التحتية لكن كمان بدنا نجيب شركات أجنبية تتفوت لماذا منشجع صناعاتنا يلي موجودة بالبلد وبدل ما نعطي امكانية انك تاخد 15 و20% فويد على سندات الخزينة البنك بيستسبر ساعتها بسندات الخزينة مش بالأشغال لو الأشغال فيه دايما فيه مخاطرة تجارية والآخر نحن عنا منحب الربح المضمون من هون بقول لا نحن جينا ببرنامج كامل متطور نحن جينا بمشاريع عملية حتى نتعاطم عن نفايات مشاريع الكهرباء اللي موجودة بالعالم بس هون صفة انت إذا ما عندك لون معين وعالم معين تتفوت بها المشاريع ما بيسمعوا لك طيب بما أنه حضرتك حكيت عن المال قبل أن أذهب إلى مؤتمر السيدر طبعا هو مؤتمر مهم والآن في جدل سياسي كبير حوله في البلد ما بين من يعتبره إنجاز حقيقي للبنان الدولة والشعب وبين من يعتبره أمر توظيف سياسي لخدمات خاصة ليه ما نقول اتنين اتنين سوا طبعا اتنين سوا ممكن نجتمعوا طبعا في مشكل إذا اجتمعوا ما في مشكل إذا كان عم يخدم الدولة والشعب ويخدم القوى السياسية شو المشكلة؟ أنا ما عندي مشكلة به الموضوع تبه أنا عم قل لك المضمون طبعه مهم نعم بس جربنا باريز واحد وباريز اتنين وباريز تلاتة وهي ده بالإخير باريز اربعة سميه سيدر واحد جربنا روما واحد وروما اتنين جربنا بروكسل واحد وهلأ في بروكسل اتنين عم يقلوننا من أول طريق إنه يا جماعة طريقة إدارتكم للدولة فاسدة بتكونوا تغيروا تعملوا إصلاح كل هالمدة ما عملنا إصلاح فجأة هلأ قبل الانتخابات نعلن إنه عنا النجيل لعمل الإصلاح السؤال اللي لها الحكومة شو تغير بطريقة إدارة هالملفات هاي ما قبل سيدر واحد وسيدر اتنين ما دعم عم نجيب لي فلوس كلهاتها منتبعها لمجلس الماوي النعمار يلي تابع لرئيس الوزارة لما هيدا كانت المعام معادلة من الماضي وين لح يكون في تغيير جوهري بكيان الدولة تحتى نمنع عملية الهدر هون أنا بقول مجلس النواب عنده السلطة إنه يشرف على هالموضوع وبالتالي عم نترشح البعض بيتهمك طبعا على ذمة الام تي في تقول أنا أقطبس حرفا تقول اعتمد مخزومي على المال دوما لتحقيق خرق في العاصمة لم ينجح حاول التقرب من رئيس الحكومة سعد الحريري ولم يوفق وجرب مخاصمته فلم تكن النتيجة أفضل الام تي في نحن الاستاذ لابنش خلينا نحكي دوري جريك أستاذ ميشيل المر على كل حال الله يوفقه نتمنى له الخير هارفتنا لي كيف نعم بس اليوم بس للعلم أبوه جبريال المر عمل لي معركة سنة الألفين بنا نسأله أستاذ ميشيل المر شو تغير من الألفين له هلأ بس هذا خلينا هي على جنب بعدين اليوم لما نحنا جينا أنا عم بستثمر بعملية تمكين المواطن من سنة ستة وتسعين ما كان في انتخابات خط انتخابات سنة الألفين وكلها تبنعرف السوري كيف عمل جميل لما نكون عمل اجتمائي عفر عفر أستاذ مخزوم أرمعك معك لما أنت عم تقول لي لا لأنه هذا الكلام منه عم تجرب تخطه بخانة ما مصبوطة فضل سنة الألفين ترشحت الانتخابات وصدت لأنه السوري كان في وقتها جيب 16 الصوت بس ما بيهم يعني اليوم لما بيجي بتطلع على سنة من الألفين للألفين وثمانتعش لو في نية فقط تأشتري موقع كنت اشتريته على يام السوري كنت أرخص لي وأهون لي عملها سنة الألفين وثمانتعش لما بنيتنا عملية توحيد بيروت اتحالفنا مع الرئيس الحريري رفت على كيف هذا خياري أنا مش بالآخر كنت عم بتقرب ومتقرب اليوم لما منيجي منتطلع ما صار في تنمية لبيروت فعلية قررنا بالآخر نخود المعركة الانتخابية بقى إذا كان اليوم محصورة على بعض أشخاص بس يخود المعركة الانتخابية كيف أننا نجيب بالعالم تفوتوا ييجي يستسبروا عننا إذا ممنوع عليك تترشح إلا لأسباب بالمالية فالسل اللي وين بتطيري بعدين أنا ما عامل مصريتي من البلد من خرج البلد يعني حتى بس نلقنع أنه بالآخر أنه مننا فايتين تنستفيد من على البلد مثل غيرنا واضح لو كان قدر لسيد مخزومي أن يكون عضوا في لائحة المستقبل هل كان سيشكل لائحة أخرى؟ طبعا أكيد هلك طبعا شو أكيد لأنه في اتهامات لسيد مخزومي أنه لما لم يجد لائحة المستقبل قد تضعه عضوا عليها بحث عن شخصيات أخرى بلاش كلامك حضرتك بتقول أنه هذا القانون هو مدبحة بين النقبات للمرشحين مش عم تبنى أنا عم أقول شو عم بالآل لكن اليوم أنا بالنسبة لإلي إذا نزلت أنا والرئيس الحريري والآخر الرئيس تمام سلام والبقاية لحيكون فيه عملية تضارب داخل اللائحة على صوته التفضيلة واليوم لما بيكون فيه عندك شخص بحجم الرئيس سعد الحريري عادة الصوت التفضيلة بروح لأله لكن اليوم إذا أنا رح تمنى ومنها مضمونة إذا كانت فيها لكن الفكرة بتقول إذا بدنا نعدد التعددية ببيروت لازم الرئيس الحريري يكون عنده لقحته وياخد حصة كبيرة بالمجلس لازم مخزوم يكون فيه عنده لقحته وياخد حصة كبيرة وأنا كنت بتمنى على الرئيس تمام سلام يعمل كمان لائحة لأنه عنده وجوده تكون فيه تعددية بالمرجعيات ببيروت مش عملية بالآخر خطه وحدة لأنه شفتناها من على أيام السوري الغاء المرجعيات البيروتية وصلتنا للوضعين نحن في اليوم هل عرض عليكم أن تكونوا عضواً في اللائحة؟ أبداً ما عرض عليكم بشناكي أنا بتمنى لا تسألتني واضح يقول لك مصارير جميل بس بالآخر بتقول لي فيه إمكانية التعاون بعد الانتخابات تقول لك مئة بالمئة لأنه نحن اليوم ما حدا مننا لوحدنا فيه ينجح والأرجح الرئيس الحريري سوف يكلف بتشكيل الحكومة ونحن نسميه بس اليوم بدنا يكون فيه عندنا قوة توجه هالعزارة بشكل أنه إذا شفتنا فيه شي غلط يكون عندنا المنبر نقول منا موفينا على المنبر وفمن كلامك في حال دخلته من ندو البرلمانية ستسمورنا سعد الحريري إذا كون لليوم الرئيس سعد الحريري أخذ الكتلة الكبيرة الأكبر وإحنا توقعاتنا شي طبيعي ديمقراطيا أنك بالآخر أنك تسميه والتوقع أنه ياخذ هو الحصة الأكبر عم بسمع مثلي مثلك السلطات الرأي طيب بدي إسأل حضر عند السنة عند السنة طبعا عم نحكي عن نواب بالكتلة السنية سقف الانتخاب اللي حطيته المالي للانتخابات كم يبلغ؟ يلي حطلنا يا وزير الداخلية أدي يعني أنت لا أعرف ما عندي الأرقام لا لأنه نحن حسب القانون اليوم حطين بدك تخط أنت مراقب مالي يلي مسجل بالدولة يلي هو يضبط كل المصريف اللي عم تنصرف بقى اليوم فيها السقف يلي كلها تمنى تكون تحته هذا هو واحد بس سؤالي لك كيف نحن نحكي أنه بدنا الديمقراطية والدولة تشرف على الديمقراطية لما الدولة عم تشرف على عدم تنفيذ الديمقراطية بين المرشحين مثلا اليوم بالماضي كان فيك أنت تعمل اتفاقياتك المالية مع الإعلام لأنه بالآخر فيه إعلام مدفوع كان لوحات إعلانية ولا مقابلات ولا اللي هو نعم لما بيشجع الشركات كلياتها الإعلامي التلفزيونية تعمل نوع من الكرتل يعني أنت صفة تحالي ما فيك تطلع ما فيك تطلع أنت على التلفزيون هون يكون أرخص مدافع لواحد تاني صفة فيه عملية سقف يلي الكل يتعاطوا فيها طيب هيدا المرشح يلي ما معه فلوس ما بنعطاله مجال أنه يطلع على التلفزيون هيدا واحد اتناني شي لما بنقال ممنوع تستعمل المدارس ممنوع تستعمل الدور العبادي وكل هيتو طيب عم نشوف المرشحين بالدولة يلي هن 16 واحد وزراء تقصد وزراء وزراء مرشحين يعني هن اليوم عم يكونوا موجودين من وزاراتهم ويتعاطوا ويعطوا رأيهم بباقي المرشحين من ضمن هالإمكانية لما الوزراء عم يطلعوا على التلفزيونات وبيحكوا بالسياسي على التلفزيونات هيدا لا يعتبر ثقف ملي لخل الخروقات صارت كبيرة وتاني شي بدي رجعك لنقطة كتير مهمة لما عملوا حقي على عملية أنه بالمقابلة تبعة الشرق الأوسط شافوا أنه اللائحة الثانية هي لائحة الثناء الشيع يلي هي مضبوطة في أمر واقع هذا الموجود فيه بس سؤالي إذا كان هن شايفين وعم ينقال أنه الثناء الشيعي عنده 45 ألف صوت وهذا هو العدو الأول بالمعركة الانتخابية ما شفت في أي تحرك مثلا لإسقاط صورة لعدين ترابلسي ما شفت في أي تحرك لإسقاط أي صورة إلى علاقة بهاللائحة هذه الموجودة لأنه عم تصير فيه تغزيق لصور وتنزيل يفطات ما عم تصير إلا لأنه سؤال لأنه هون كأنه فيه اتهام لجهة محددة نعم تمارس عليكم طبعا نحن يلي عم نشوف فيها أنه فيه فيه إدارات تابعة لوزارة الداخلية عم تنفذ هذا الموضوع أوه هذا اتهام لأجهزة أمنية يعني وزارة الداخلية مين مجرد ما رأيش أنت استعمالها اللي بدك أنا اللي عمل لك فيه اليوم نحن شايفين فيه توشهات موجودة ضد لويح أنا عم شوفها لماذا سجلتوا اعتراضات منها كله تسجل بالهيئة المراقبة بتسجلت يعني لما واحد بيخزيق لي صورة بأرض خاصة مش بأرض عامة نعم وبحطها على الفيسبوك ويتباهى فيها أنه نحن عملناها ما شفت أي تحرك من وزارة الداخلية لعملية البحث والتحري على هالموضوع هلأ تجي بتقول لي هاي دي كلها ياتها انتخابات منها مش لي وسبعة الشهر وعلى الخير وكلنا من نتعامل مع بعضنا لأن من نتيجة بدنا مصلحة البلد بس عمقول فيه خرقات كنا منتمنى لأنه أنا أكيد أنه دولك الرئيس الحريري منه بصورة هالمواضيع وما بعتد بيرضى فيها لأنه من جهة بتروح على بريس تقول بدي فلوس لأنه نحن بلد ديمقراطي وحضاري وتنعمل إصلاحات وبالآخر الممارسة الموجودة أنا هون بتمنى بصراحة أنه هالموضوع يتأخذ بها الاعتبار نحن لاحن نروح القضاء وراحن نشاء لأنه هاي دي انتخابات بس عمقول الهجمة أنه فيه لائحة بالآخر منه حبينا ما هاي دي الانتخابات بابعرف شو بتسميها الانتخابات نتمنى أنه الكل يتطلوا عليها هاي دي مباراة لخدمة المواطن لأنه سبع الشهر مجهورين كنا نقعد بنفس الأوضى ونشوف شو هي مصلحة بعض الدراسات بتقول أنه حوالي سبعين وجه جديد سيكون في البرلمان لكنهم أغلبهم سيكون تابع للأحزاب للقوى الحزبية الأساسية الآن الموجودة في البرلمان تأديرك هي سبعين رقم مبالغ فيه هل هو قادر على التغيير بالفعل إذا انحصل وهل عملية الإصلاح اللي بدت مؤخرا أنت حضرتك فسرت في إطار سياسي ستكمل مسيرتها بعد الانتخابات تعتمد على الحكومة بس أنا أنت عم تحكي على الأرقام نعم فيه هون بدي بس صلح شغلي وحدك فضل أنه اليوم الوجوه الجديدة يلي ناسل بالانتخابات واللي قريب من أحزاب هولي منه الحزبيين يعني الأستاذ نعمة فريم ولا بتطلع على فريد بستاني نعم ولا بتطلع على الأستاذ نصار هولي أشخاص ما فينه يخوضوا المعركة لوحدهم فاتوا بتحالفات مع الأحزاب بس هولي كأشخاص منه الحزبيين أنا ما عندي مشكلة كفواد مغزومي إذا وصلت على المجلس وشفتنا فيه مجموعة من 15 أو 20 شخص منها النوعية يلي فعليا نشخوا بحياتهم كاقتصاديين وما عندهم مصالح مع الدولة أن تعمل أنت يوم مجموعة داخل مجلس النواب بعيدة عن التحالفات السياسية ويكون تحالفة اقتصادي تنموي بامتياز ساعتها أنا بأعتقد مواضيع تنفيذ سيدر واحد يلي طرحته عملية الإصلاح هولي المجموعة يلي لازم تتبنى تتواكب الحكومة وتعلي الدول الأحمر في حال تصار في أي مخالفة هذا لا حيدفعني لسؤال كلام حضرتك هل ستكون احتمالية كونك تكون عضو في كتلة المستقبل في حال دخلت البرلمان لا لن ترغب ولن تكون ولا بأي قوة حزبية أخرى بس عندنا تكتل التغيير والإصلاح على سبيل المثال يضم شخصيات من غير الحزب سيدي نحن كان في حديث مع كل القوى السياسية قبل ما نعلن لاحظنا نحن بيروت مزعوجي من هالتحالفات السياسية يلي لما بيتفقوا علينا بياخدوا الفلوس وبيوصفوها خارج بيروت ولما بيزعلوا منا بيحرقونا دولي ببقى البيروت هذا بصراحة لكن أهل بيروت عم يقول لك بدنا بالآخر حالة بعيدة عن هالتكتلات السياسية حكونا اقتصاد تنمية طب مستشفى مدرسة لكن إذا هذا هو رأي وطموح أهل بيروت لنحن ما فينا نتحالف مع القوى السياسية بالانتخابات عرف كيف؟ مش أنه هيك يفتنا فيها مش أنه تقليل أو بالآخر عملية تحطيم من القوى السياسية اليوم كل القوى السياسية موجودة البلد في حالة موجودة يجب أن نتعاوطها معها كعملية حوار سياسي بس تجي بتقلي بتفوت بكتلة فلان نتمنى لك كل التوفيق بكل الأحوال طبعا نصل الآن إلى فقرة أولاد البلد هذا البيت طلع منه بيوت كتير نشاهد معا أولاد البلد ما ينا عليك بلد زي ما بيشابوا إلا من عندي القهوة لو بيدوروا بيروت كلها ما بينبسوا بفنجان القهوة إلا عندي أنا عادة تنبيعوا بألف كيرة السكان كانوا إلال ما كانوا مثل هلا عب الحمرة هلا روز الله عب الأحداث عندي محلين صحة البرج محلين تصوير كل محل في عندي ست شغيلي يشتغلوني عاني المشات اللي بلوريت بلبنان اللي بتطلع الصورة فورية عالروشي تاحب لأنا زيكو خربوا لي بيت معلمي كنت وعد بالشماز وفليت نطلع على السجرة التار أفضل من بني آدي نبي يأذيكو زيعلين ها هل يصورونا بدين يعرضونا بكرة هادي أولاد البلد انت ابن البلد ما أخذ ثلاث شغيلي اللي يقبضوني مصائف الشعليني ملحها لحالي هرات لعب فيها لعب عشرة اتنعشر فيلم صور كل فيلم ستا وتلاتين صورة ترح مستقبلة ومستقبل أولادة ومستقبل حياتي كلها عيني مكنة لوم الحرب مكنتو بصلت للمواصيل هادي ما كنتي قاعد بالبيت ومزوياني هوني هوني مثل أنا طرباني ومسؤولي هوني بالبني صاري خمسة وأربعين سني بالبني أنا هون فضل علي يرضى عليك واحد وصلا يعرض فضل يا عيني هادي يا رب يا رب أحفظي أولادي أحفادي ما بيحن على الله إذا طلب أميس للولاد ما عارف جبله أميس لحاله شوفي هادي هي لكن كيف كانت مثل الأمر أساس مدرسة حملتني على الدي وعلى الفرج وعلى وداء ووقفت بجامبي بس هيدا البيت طلع منه بيوت طبعا نعود إلى ضيفنا الأستاذ فؤاد مخزومي وبدنا انطباعك عن اللي شفنا وهو ببيته يمارس هذا النضال والكفاح في العمال هيدا نحن اللي بنعمله بمؤسسة مخزومي نحن عنا القروضة الصغيرة مندرب العالم منساعدهم فيها المايكرا بتجي بتساعده إنه بتعطيه صلفي تيروح يعمل بمحل تاني اليوم نحن ما فينا نمنع العالم تعيش والآخر تمارس حريطة من هنا أنا بعتقد هذا الشيء الموضوع لو كان بالآخر عمشتوا المعنى بالمؤسسة كنا بالآخر ساعدنا عبر برنامج القروض الصغيرة قروض الصغيرة والتدريب إدى عدد المنتفعين من القروض الصغيرة عشرة ألاف إدى التأديرات السوق اللبناني يحتاج إذا بتطلع من الأشياء تبع سيدر واحد مثل ما بتعرف هي نحن الفلوس ما جايطنا لإلنا هن جايين حتى يشغلوا السوريين بها البلد حتى ما يخليهم يسافروا ويتركوا يروحوا إلى أوروبا فبتمنى يكون في عملية توازن ما بين إعطاء الفرص مثل ما نحن بنعمل بمشارينا في عنا مشروع نحن مع البلانت فانانس مع جاكا تالي الفرنسي نحن رفضنا بس ندرب سوريا نحن ندرب مقابل كل واحد بهالبرنامج هذا بالزيد مقابل كل سوريا ندرب لبناني هذا اللي يجب أن نعمل فيه حتى نحضرهم للجماعة تيطرقوا لبلدهم وليس يفكروا بالقادي عننا لبدا طويل نتمنى لكم كل التوفيق لسيما على الأقل فيما يتعلق بالقروض الصغيرة اللي هي مرتبطة بالفعل بلقمة عيش المواطن اللبناني كل التقدير والشكر لكم رئيس حزب الحوار الوطني المرشع عن دائرة بيروت الثانية المهندس فؤاد مغزومي كما نشكركم مشاهدين على حسن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة